أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثاني من عام 2020 وبلغ معدل البطالة 23% بارتفاع مقداره 3.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2019 اللعب هذا بس بربع ثاني طب تنوصل آخر السنة كم راح يصير معدل البطالة صراحة كل رئيس وزراء بيجي بيقول لك البطالة والبطالة وكل مرة بنرفع شعار التشغيل وليس التوظيف وعندنا استراتيجيات وخطط أنا بحكي خلص بكفي ما تعملوا خطط اطلعوا منها خلينا إحنا هيك لحالنا مندبر حالنا ما تجيبوا صيرة البطالة خلص انسوا البطالة إخواتي وإخواني اليوم أتطرق إلى موضوعين أساسيا يا رب مش البطالة يا رب مش البطالة يا رب مش البطالة يا رب مش البطالة مجابهة تحدي البطالة ايه ليش ليش اطلعوا منها أقول لكم خلص ترتحاكين آخر فرصة كيف بدكم اتجابه البطالة ها تحكولي كيف مجابهة تحدي البطالة من خلال إعداد الشباب للانخراط في سوق العمل ما وصر لكم زمان بتحكوا عن إعداد الشباب وتمكينهم أنا بعرف كيف تمكنهم بدك تمكن الشباب سهلة شغلهم خليهم يشتغلوا طيب طيب هسا شوفي ايش جديد إعداد الشباب للانخراط في سوق العمل وهذا يأتي من خلال إعلاننا عن تفعيل قانون خدمة العلم بحلته الجديدة تفعيل قانون خدمة العلم راح يجابه البطالة والله كل إشي بيصير بهال 2020 يعني بس للمعلومة اسم القانون قانون خدمة علم والخدمة الاحتياطية وتم إصدار القانون لأنه الجيش بالسبعينات كان عنده نقص في الكوادر فكان يستفيد من الناس والقانون هذا موجود بكثير من بلاد العالم في حال صار أي إشي في البلد بتم استدعاء الاحتياط كرافض للجيش وللعلم هاي الفكرة اللي هي مجابهة البطالة بتفعيل قانون خدمة العلم انطرحت زمان وطرحها دولة عمر الرزاز أول ما شكل الحكومة وهسه رجعت على الساحة صح؟ مش إحنا فيه إنا مشروع إعداد وتمكين للشباب اسمه خدمة وطن؟ يعني البرنامج هاض نجح كثير فحكيته لناس لازم تستفيد منه فبدكم تلزموهم؟ وصرح وزير العمل إنه الفئات المستهدفة من عمر 25 إلى 29 سنة ومن أهداف تفعيل القانون هو سقل الشخصية والهوية الوطنية يعني زلمي عمره 29 سنة لسه بدك تسقل شخصيته؟ هذا لازم تجوزه مشاهدين الأعزاء أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم 60 ثانية البرنامج الذي يمثل صوتكم ومندوبكم على طاولة الحوار موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الشغل الشاغل للشارع الأردني في فترة يعاني فيها الاقتصاد العالمي ألا وهو العمل فمع ارتفاع معدلات البطالة لهذا العام تخلخل هرم الأمان الوظفي وأصبح الأغلب يعيشون كابوس خسارة وظائفهم دون سابق انذار ومع قلة الطلب على الأيد العاملة وشح الفرص في السوق هل تمثل الحكومة خطة لمواجهة هذه المعضلات؟ وماذا عن أسس التعيين والاختيار؟ ما هو مستقبل الشباب في ظل رواتب متدنية؟ هل عليهم البدء بالتخلي عن التفكير التقليدي والبدء في المغامرة؟ المساوات بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الوظيفية؟ تساؤلات كثيرة تنهيق عقول المواطنين لكن يسرنا أن يكون معنا معالي وزير العمل الدكتور فهيم المفاهمة لإزالة الضبابية حول كل هذه الأمور وليطلعنا أكثر على خطط الحكومة للعام المقبل أهلا فيك معالي الوزير أهلا وسهلا بكم وحقيقة أود أن أشكركم على هذه الأمور إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر